اصابة 18 شخص عقب مواجهات بعد خسارة النمسا أمام تركيا هدفين مقابل هدف وزارة الدفاع تكمل صفقة شراء 12 مروحية بلاك هوك ب715 مليون يورو برزاني يطالب النمسا بفتح قنصلية لها في أربيل البرلمان يلغى الضريبة على التبرعات الغذائية للشركات النمسا الأسوأ من ناحية الودة حسب تصنيف عالمية بينا تشهد أكبر مشروع تنموي مكان المحطة الشمالية الغربية مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم تحولت مشاهدة مباراة بطولة أموم أوروبا لكرة القدم في محطة فينا المركزية إلى فوضى عارمة بعد صافرة النهاية وأخسارة النمسا هدفين مقابل هدف مع تركيا حيث اندلعت أعمال شغب واحتفل المشجعون الأطراق بعد فوزهم على النمسا خلال مشاهدة المباراة وتسببت الاستفزازات المتبادلة ورفع أعلام كردية في اندلاع شجار عنيف بين سوريين وأطراق مما أصفر عن إصابة ثمانية عشر شخصا وفقا لتقارير الشرطة وأظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان تبادل الضربات ومحاولة تدمير سيارات قبل أن يلوذوا بالفرار حيث تدخلت الشرطة لفضل الشجار وقبضت على ثلاثة أشخاص وأصيب الشرطي بجروح طفيفة وتم توجيه 45 مخالفة إدارية أعلنت وزارة الدفاع النمساوية عن إتمام صفقة شراء 12 مروحية من طراز بلاك هوك متعددة الاستخدامات لتعزيز قدرتها الدفاعية وتحديث أسطولها الجوية وكشفت وزيرة الدفاع كلاوديا تانا عن توقيع العقد الرسمي مع شركة سيكوريسكي الأمريكية وتشمل السفقة التي تبلغ قيمتها 715 مليون يورو شراء المروحيات وقطع الغيار وتدريب الطيارين والفنيين وأكدت تانا أن هذه المروحيات تتميز قدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية وتضاريس ونقل الجنود والمعدات وإجلاء المرضى ودعم العمليات الخاصة ومكافحة الحرائق وسيبدأ التسليم من عام 2028 أكد وزير الخارجية النمساوية ألكساندر شالنبرغي التزام بلاده بدعم التنمية في منطقة الشرق الأوسط مشددا على أهمية التعاون في مجالات الهجرة والاقتصاد لتعزيز الاستقرار والنمو وأشاد شالنبرغي بزيارة رئيس إقليم كاردستان العراق نيجير فان بارزاني إلى بينا معتبرا التعاون مع العراق ضرورة للأمن والاستقرار وركزت المحادثات على تعميق التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى قضايا الهجرة من جانبه أعرب بارزاني عن تقديره لدعوة وزير الخارجية النمساوي مشيرا إلى الاجتماعات المثمرة التي تناولت سبلات عزيز العلاقات الثنائية ودعا النمسا إلى افتتاح قنصلية في أربيل وفق البرلمان النمسوي على مشروع قانون يلغي ضريبة القيمة المضافة على التبرعات من المواد الغذائية وغير الكحولية للمؤسسات الخارية ابتداء من 1 أغسطس ولن تطبق الضريبة على التبرعات الغذائية في النمسا بهدف تقليل هادر الطعام بشكل كبير والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2024 قبل الموعد المقرر بشهرين وأوضح وزير المالية ماغنوس برونا أن القواعد الضربية السابقة كانت تثني الشركات عن التبرع بالطعام مجيرا إلى أن هذه الخطوة ستشجع على التبرع بالمنتجات الغذائية عالية الجودة وهذا يسهم في تقليل الهادر ودعم المحتاجين وتحفيز الاقتصاد أظهرت دراسة حديثة أن النمسا تتمتع بجودة حياة عالية تجذب المغترمين لكنها تفتقر إلى الود والترحيب حيث جاءت في المرتبة الثانية والخمسين من أصل 53 دولة في فئة الود المحلي متقدمة فقط على الكويت وتتفوق النمسا في فئات الصفر والنقل الثانية البيئة والمناخ الثالثة الرعاية الصحية التسعة والأمان العاشرة ومع ذلك جاءت النمسا في المرتبة التسعة والأربعين في فئة الاندماج والثانية والأربعين في سهولة تكوين صدقات وعبر 36% من المغتربين عن صعوبة العيش بدون إتقان اللغة الألمانية وأفاد 60% بصعوبة تعلمها كما أشار 41% إلى عدم ود السكان المحليين وأشار 31% بعدم الترحيب وصعوبة التأقلم مع الثقافة المحلية أعلنت مدينة فينة عن بدء أعمال الهدم في موقع محاطة نورد فيست بانهوف السابقة في فينة ضمن مشروع تطوير يمتد على مساحة 44 هكتار لتحويله إلى منطقة حديثة وخضراء بحلول عام 2035 وسيتم بناء 6500 وحدة سكانية وتوفير 5000 فرصة عمل بالإضافة إلى إنشاء حرم تعليمي لأكثر من 1500 طالب ومن هذا الصيف ستبدأ الشاحنات بنقل الإنقاض وفي سبتمبر ستبدأ أعمال هدم أولى المخازن ويتوقع بدء البناء الفعلي في عام 2026 كما تشمل الخطة تطوير خط الترام رقم 12 ليربط بين ستوفير فيرتل وأوزيكس مما يسهل الوصول إلى المنطقة الجديدة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثينة سلام ومساعة سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة